السلام عليكم يعطيكم العافية في هذا الفيديو القصير بدي أشرح لكم كيف نعمل Screen Recording إذا كان عندك Mac OS زي iMac أو MacBook سنعمل Screen Recording من خلال One of the MacBook Operating System Application اللي هو اسمه Quick Time Player عشان نلاقي Quick Time Player أيضا بنعمل سيرج من خلال Spotlight نكتب كلمة Quick بطلع عنا Quick Time Player أو بنروح على Finder نصلت على مقابلة أرى واحد من هذه الأشياء يسمى Quick Time Player نكتب كلمة Quick Time Player ونفتح Quick Time نلتقى في منذ عمل في عمل نضيق نقر بطلق نضيق 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 تحديد نضيق 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 قطع تظهرررررررررررررررررررره فبعد سهم صغير يمكنك إختار المايكروفون الذي يجب أن تسجل من خلاله إذا كنت شابه شابك أكثر من المايكروفون أكثر من المايكروفون أو المايكروفون الداخل واحد من الأخضر هنا يمكنك إختار المايكروفون إذا بدأت تورجي للطلاب المايكروفون فتكفز عليها الأفضل أن نجعلها نجعلها ونجعلها سأقوم بتب作ر lasz أخليق بالنصف سأقوم بتبقى الدقيقة سأقوم بتبقى الدقيقة لا تبقى النقر إذا كنت أحدد منطقة محددة للطاقة فنجعلها أقوم بعمل دراج أقوم بعمل هذه الأشياء على موستراج في الثلاثة عصابيع ثم يتحدد المنطقة التي تعملها دعنا نفترض أن نفترض لكل الشاشة مثل فلسكرين بعض الناس لا يريد أن يضيف هذه المنطقة أو بعض الناس لا يريد أن يضيف المنطقة التي تحت دعنا نقوم بعمل كل الشاشة فقط أقوم بعمل البطن بالنص اسمه Start Recording عندما أقوم بعمل البطن فأقوم بعمل البطن للمحاضرة سأشرح للطلاب إذا كان لديه PowerPoint سلايد إذا كان لديه أطلاق يجب أن أشرح للطلاب ويجب أن أكتب لهم أو أكتب لهم أكتب لهم إذا كان هناك إطلاق أفتحه وأشرح له من خلاله مثلا في فيديو ستوديو أكتب للطلاب الذي يجب أن أكتب لهم أخلص التسجيل وأنا هي المحاضرة أقوم بعمل البطن ونقوم بعمل البطن الدوار البيضة وهي Stop Recording Icon اسمح لي ستودي من المحاضرة ونقوم بعمل البطن سأتودي من المحاضرة ملوخ أجب أن أسمحها ملوخ فأشتب عن مساعدات المحاضرة تقضي المحاضرة السبب سأسجل المحاضرة ونقوم بعمل البطن نقوم بعمل فائل سأفتح أسجل هذه المحاضرة على ديستكتوب أسميها Lecture 1 ونقوم بعمل لذلك سيفتها على الديسكتوب إذا اذهب على الديسكتوب سوف تجد المحاضرة موجودة سوف أسمعها ثم سأبعد الطلاب هذه المحاضرة من خلال يوتيوب أو أي أبريكا شمدكية أعطيكم العافية